أهلا بكم واهم من يظن أن صراع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح مع الحوثيين يمكن حصره في أحداث الثاني من ديسمبر من العام 2017 أو الصراعات التي سبقت تلك الأحداث بأشهر أو حتى بسنوات بل أنه من الخطأ حصر الصراع بين الرجل والحوثيين أصلا فالدارسون لتاريخ الصراع في اليمن والمنطقة يعلمون أن الحوثيين أداة وظيفية للانتقام فقط ليس من الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وحده كفرد بل من الرئيس والجيش اليمني وحتى اليمن ككل وهنا يضرح السؤال وبقوة من يريد الانتقام ولماذا؟ في حقيقة الأمر يعود الصراع إلى مطلع ثمانينات القرن الماضي صراع بين مشروعين مشروع إيراني حال بإعادة أمجاد كسرى الغابرة وهيمنته على البلدان العربية يقوده الخميني الذي وصل إلى السلطة في إيران في العام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين وبين مشروع عربي كان يدرك منذ البداية خطورة تلك الأطماء على البلدان العربية كافة قاده الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وبدعم خليجي وعربي وبحرب استمرت لثمان سنوات منذ الثاني والعشرين من سبتمبر من العام الف وتسعمائة وثمانين وحتى العشرين من أغسطس من العام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين فيما عرف بحرب الخليج الأولى أو الحرب العراقية الإيرانية شاركت اليمن بوحدات عسكرية في تلك الحرب ما أثار حفيظة إيران التي قررت الانتقام من اليمن وتوعدت كل الدول المشاركة في تلك الحرب وعلى رأسها العراق ودول الخليج واليمن بالخراب والدمار وهي وصية أوصى بها الخميني أتباعه تلك الحرب التي راح ضحيتها ملايين الأشخاص بين قتيل وجريح وأدخلت المنطقة وما تزال في متاهات وحروب لاحقة هي نتيجة لتلك الأطماع الإيرانية روح الانتقام الخمينية ضلت وما تزال متقدة لتنفذ وصية الخميني بتدمير تلك البلدان وإسقاءها من ذات الكأس التي شرب منها الإيرانيون حسب تعبيرات الحوزات في إيران بحثت إيران عن أتباع لها في اليمن ووجدت بدر الدين الحوثي وهو من أشد أعداء الجمهورية ومن أشد أعداء ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وكان ضمن الملكيين الذين قاتلوا دفاعا عن الإمامة بل ولم يعترف بالجمهورية وظل إلى آخر أيام حياته مناديا بالولاية وأحقية السلالة في الحكم وحكم اليمن دون غيرهم دعم الإيرانيون بدر الدين الحوثي وبالفعل أنشأ كيانا ظاهره ديني زيدي وباطنه إمامي منتقم من الجمهورية وبأفكار إثنى عشرية في تزاوج بين أحلام العودة إلى الحكم وفرض الإمامة وروح الخميني الانتقامية وجدت إيران ضالتها أخيرا في اليمن لتأتي حرب الانفصال في العام 94 وقف الحوثيون وبإعاز من طهران إلى جانب الانفصاليين وخرجوا بالسلاح على الدولة في شمال صعدة في خطوة وضعت حولها الكثير من علامات الاستفهام حينها إذ كيف لجماعة دينية تسكن شمال اليمن تقف إلى جانب حزب اشتراكي شيوعي وضد مصالح البلاد التي تقضن فيها تلك الجماعة إلا أن الشرعية حينها انتصرت والوحدة ترسخت ففر بدر الدين الحوثي هاربا إلى أسياده في طهران وهناك حاكم مع الإيرانيين خيوط مؤامرة نعيش تفاصيلها اليوم